اشتركوا في القناة وجاء في القرار بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم 5 لسنة 2004 بإنشاء جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية وعلى الأمر الملكي رقم 17 لسنة 2019 بتعديل الأمر الملكي رقم 5 لسنة 2004 بإنشاء جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية وعلى القرار رقم 7 لسنة 2006 بشأن تحديد مستويات ومزايا جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية وبناء على عرض الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة تخصص الجائزة لأفضل الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد اشتركوا في القناة